وكابتن طبعا ماهر كان بيتكلم عن النادي الاهلي واستعداداته لمباراة الرجاء ورؤيته للأمور ويعني التطور في خط هجوم النادي الاهلي مؤخرا مع مارسل كولر لكن الراجل لسه مصمم على مهاجم أجنبي لجنة التخطيط عرضت عليه بعض الأسماء وطالب مهاجم وده واضح جدا من ساعة مجاه ووصل النادي الاهلي وطالب التعاقد مع مهاجم فهم قالوا له ان احنا عندنا في الدوري المصري مهاجمين جيدين واعدين زي يمين زي أحمد شريف لاعب طبعا نادي فاركو وأحمد عاطف كمان لاعب نادي فيوتشر الاثنين مهاجمين بيقدموا أداء جيد في الدوري المصري الراجل قال لهم ما عندش مشكلة يعني هاتو أحمد عاطف وهااتو أحمد شريف وهاتو أي حد شايفينه كويس بس أنا برضو عايز مهاجم أجنبي ومصمم عليه وبالتالي النادي الاهلي مؤكد هيلبي طلباته وأعتقد أن الصيف القادم هيشهد يعني صفقة قوية للنادي الاهلي في خط الهجوم كمان بالحديث عن حسين الشحات النادي الاهلي حسين الشحات من اللعيبة اللي عداها هيخلص خلاص وفي كلام على التجديد بتاعه لكن لسه الموضوع ما تحسمش بشكل انهائي قدرت القورة عرضت على حسين الشحات طبعا بعد المستوى الكبير وبخلاف حتى المستوى الكبير حسين الشحات كان لعب من اللعيبة اللي الاهلي كان مستقر على أنها يتجدد وتستمر مع النادي بشكل كبير الكلام أنه هيجدد 3 مواسم هياخد 13 مليون في الموسم وهو تقريبا ضعف اللي بياخده مع النادي الاهلي حاليا عقد حسين الشحات 7 مليون في الموسم هرتفع ليه 13 مليون مع العقد الجديد ولسه ما أقعش حسين الشحات لكن هو كان طالب مساواته بالفعل أولى وكده أعتقد أن الأمور هتمشي فيه سكة الاتفاق وأن حسين الشحات هيكون بإذن الله يعني مع النادي الأهلي لتلت مواسم قادمة على الأقل تستعدادات لمباراة فارقه وعارفين أنه الأهلي عنده يعني مواجهة زي ما قلنا في تاني يوم العيد مع نادي الرجاء برس الكولر بيدرس استبعاد علي معلول ومحمد هاني من تشكيل مباراة فارقه اللي جاية إن شاء الله في الجولة 25 طبعا المباراة تكون يوم الجمعة بإذن الله علشان هم اللي بيشاركوا طول الفترة اللي فاتت ما كانش فيه بديل لعلي معلول ومحمد هاني بيشارك كمان كأساسي في الناحية اليمين طبعا بقاله فترة طويلة مش بس الفترة اللي فاتت زي زي علي معلول فعندهم إرهاق حالة إرهاق كبيرة من توالي المباريات فعايز يريحهم فيه مطش فارقه ويعني فيه كلام برضو أن ياسر إبراهيم وقال يودانجا يدخلوا في التشكيل الأساسي على حساب رامي ربيع وعمر السلية المصابين تغيير في التشكيل هيكون فيه مباراة النادي الأهل إن شاء الله وفارقه ده منطقي وطبيعي والحقيقة من مميزات فرقة النادي الأهل حاليا إن عندها مجموعة جهزة من اللعيبة مجموعة كبيرة يعني فيه مجموعة أساسية وفيه خمس ستة لعيبة كمان بيدخلوا في أي وقت زيهم زي الأساسيين فمن حسنات مارس الكولور التدوير والإراحة والشغل اللي عامله في القصة دي الحقيقة كان شغل مميز والنادي الأهل بيجن ثماره مؤخرة